مرحبا بكم مشاهدين على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وبعد مباحثات على انفراد بين الملك والشيخ محمد بن زايد آل نهيان شهد القصر الرئاسي في أبوظبي اتفاقات ستظل محفورة في تاريخ علاقات المملكة والإمارات العربية المتحدة كيتعلق الأمر بإعلان شراكة مبتكرة متجددة وراسخة شراكة تروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى أفاق أوسع عبر شراكات اقتصادية فاعلة وفي مقام تاني تأتي مذكرات التفاهم لكتهم قطاعات حيوية قطاع الماء، الطاقة، الفلاحة والصيد البحري تطوير الموانئ والمطارات، سوق المالية والرساميل، العقار والسياحة كما تشمل مشاريع كبرى من قبيل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري ومشروع القطار فائق السرعة بالمملكة المغربية المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة هما اليوم وفق ما يؤكده خبراء في العلاقات الدولية يدشنان عهد تحالف قوي وواعد يستوعب تحولات المشهد الدولي قوة هذا التحالف تستمد من الدعم المتبادل واللا مشروط الوحدة واستقرار البلدين في ظل نموذجين متميزين لسيادة اقتصادية ورؤية سياسية مستقلة أما الفلاح فهو هوس البوز وسط زخم الصور والفيديوهات والسطوريهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي والتي صار مدها متسارعا ومحتواها بمضمون وبدون مضمون طفت إلى السطح هذا الأسبوع ممارسات يلجأ إليها بعض الأشخاص لإحداث البوز سطوري نشرته عارضة الأزياء والممثلة الملقبة بمليحة العرب فاتي جمالي ضد لاعب المنتخب الوطني الكرة القدم حكيم زياش أقامت دنيا وأقعدها حيث اعتبرت شريحة واسعة من المشطاء أن جمالي اختلقت سيناريو بغاية البوز مليحة العرب نالت البوز حقا إذ في ضرف ساعات معدودة تصدرت صورها لمنصات الرقمية وصار اسمها الأكثر تداولا ومادة دسمة لنشر سيل من المقالات لكن السطوري انقلبت عليها من قبل المدافعين عن زياش والمشككين في روايتها حلقتنا انتهت شكرا على المتابعة وإلى الملتقى اشتركوا في القناة